يد العدوان باحث في علم تفسير العدوان طبعا بالنسبة للصحراء مثل ما شفتوا انها قد تدل على خير وقد تدل على شر متى تدل على الشر في حالات المرض القوي او الشديد امراض العضال او عندما يكون الشخص في غنى وفي راحة وفي سعادة ويحلم بالصحراء دون ان يرى كلا دون ان يرى كلا يعني ان يرى عشابا او نباتا او رعية اما بشكل نعام فلماذا كان العرب ينظرون اليها بمنظر السعيد قديما لما كان يرى انها شيئا رائع في الاحلام لماذا لان العرب عندما كانوا يسافرون الصحراء لم يكونوا يسافرونها عبثا يعني ما يجع الصحراء يقولك انا دقت في راسي اطلع الصحراء كانوا اما يذهبون لملك كريم او لبلد منعم يكون به الخير والرزق اذا اما لملك كريم او بلد منعم يعني يسمعون انه على مسافة يومان او ثلاثة او اربعة هناك ارض طيبة خضراء فيها الكلاء والماء اهلها صالحون هنا كان العرب يشدون تلك الرحال ويسافرون عبر الصحراء لذلك كانت الصحراء تدل بالنسبة لهم على امر طيب وسعيد لهم اما بالنسبة للجمال فهو قصة اخرى تماما هنا الجمل سفينة الصحراء يدل طبعا باغلب المبسلين يمنون انه عدو ولكن لماذا لماذا لحجمه وقوته وقدراته اللامحدودة وهناك ايضا من يرى نفسه راكب الجمل يختلف عن من يقود الجمل يختلف عن من يراه اذا الراكب يختلف عن من يقود يختلف عن من يرى الراكب يدل على السيطرة في كل حالاته شرط ان يكون يعلم اين يذهب يعني اذا كان يركب الجمل ويعرف الجمل اين ذاهب او الى مكان معلوم اما اذا كان المكان مجهول فقد يدل ذلك على بعض المشاكل او الصعوبات اما اذا كان يقود الجمل او مجموعة من الجمال فانه يتولى منصب لانه يصبح ذا مال او ذا قدرة على السيطرة على مجموعة من تلك الجمال اما فقط من يراها فقد قيل عند العرب بانها قد تدل على رؤية غائب لان كانت الناس ينتظروا عند حواف المدن وجوانبها ينتظرون العرب المسافرون بان يعود لهم بالخير والثروات يعني كانوا يسافرون يأتون بالرزق او بالمال ويعودون محملين به باذن الله سبحانه وتعالى اذا يختلف الركوب عن القيادة